صاحب الرعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلاً بالوزير علي حسن خليل أصحاب المعالي والسعادة والسيادة أيها القادمون من بلاد الانتشار أيها الحفل الكريم يسرني أن أشارككم اليوم افتتاح مؤتمر الاقتصاد الاخترابي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ضمن البرنامج المخصص للبحث في مواضيع تتعلق بالنمو الاقتصادي الاخترابي وهي مواضيع تحتاج إلى جهود مجموعات عمل منتزمة ضمن خطة استراتيجية تعالج الحاجات والمخاطر لجهة الهوية والحريات وانفلاش الإرهاب الذي يهدد كل أواصر الحياة البشرية بدءاً بحقوق الإنسان وصولاً إلى حق الاختلاف بمعنى أنه يهدد الحضارة البشرية بأكملها وهو بمطلق الأحوال نقيض لبنان الرسالة والتنوع إن النمو الاقتصادي ينطلق من بيئة مستقرة تراكم الإنجازات المحققة وتستفيد من التجارب بيئة تبني على الجيد وتستغني عن السيء فالدورة الاقتصادية ليست حلقة مغلقة بل حركة دائمة جازبة للإيجابيات وطاردة للسيئات يحكمها تخطيط استراتيجي ذلك أن الفوضى الاقتصادية ولو رشح عنها بعض الإفادة لبعض المستفيدين إلا أنها تكون طفيليات تقتات على بقايا زائلة وقد علمتنا التجارب أن قوة أي بلد هي بقوته وليست بدعفه كما سوق سابقا أن قوة لبنان بدعفه وأن أحد عناصر القوة التخطيط وليس الإنسياب الدائم مع الممكن والرضى بالقائم فلبنان قوي بإنسانه وبطاقاته الجبارة المنتشرة في الكون وهي موارد مستدامة ومتجددة على سعيد الثقافة والاقتصاد والعلم والفن والسياسة مما أثر البشرية وجعل من لبنان وطنا تخط مساحته وحدوده وزرع قصص النجاحات في كل المعمورة ونحن في لبنان نتعاطى مع الاختراب على أساس الأرقام والحنين معا وفقط كذا ملايين من اللبنانيين نقول هاجروا هربا من جوع وفقر واضطهاد وموت واستقروا في بلد ما وأركام تحولاتهم المالية تبلغ كذا ثم نفرح ونفتخر بأخبار نجاحاتهم ونتفنن في تجاهل واجباتنا تجاههم وحقوقهم علينا أفلا يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي يربط هؤلاء الناجحين بوطن لا يستفيق من أزمة حتى يغطى بأخرى في لازمة من الانتحار الزاتي إن ما يربطهم بوطنهم هو أغلم في الحياة المحبة المحبة المجانية التي لمسته شخصيا من خلال زياراتي لهم وهي ما شجعني على إطلاق لكاء الطاقات اللبنانية الاخترابية والذي شهد إقبالا فاق كل التوقعات وسمح لنا بإمكانات محدودة جدا باستضافة 2500 مخترب في العامين السابقين ونتوقع المزيد هذا العام لأننا كلما غصنا في هذا المحيط عثرنا على كنوزه واللبنانيون هم جواهره وقد تمكننا مؤخرا بفعل إصرارنا وموافقة معزم شركاء الوطن من أن نعيد إليهم حقهم في جنسيتهم عبر قانون استعادة الجنسية اللبنانية وقد أكررنا سابقا ومبدئيا حقهم في الاقتراع في الخارج على أمل أن نصل إلى اليوم الذي يمارسون هذا الحق بسهولة ويتمثلون في الندوة البرلمانية مباشرة عبر نواب مخصصين للاختراب أيها السادة إن الاستثمار في العاطفة هو الأساس على أن يترافق مع الاستثمار في الثروات والاختراب هو ثروة لبنان الكبرى وصورة وطن الإعالة يجب أن تستبدل برؤية وطن الإمكانات والثروات وهو ما عملنا عليه داخليا حين نقلنا ملف سروة النفط والغاز من الكلام والتمني إلى الدراسات والتطبيق ونعمل جميعا على فكه من عقاله واعتقاله الحاصل منذ أكثر من سنتين وقد عملنا على حفظ سروة لبنان المائية من خلال إطراق مشاريع السدود ونعمل على وقف عرقلتها وكذلك استثمرنا سابقا في سروة الاتصالات إمانا بتطورها ومردودها الدائمين وها نحن نعمل معكم اليوم في السروة البشرية ونحن على موعد جميعا مع النسخة الثالثة المتجددة لمؤتمر الطاقة الاخترابية في 5-6 و7 أيار 2016 حيث نطلق معكم المشاريع الاخترابية ما بين المنتشرين ولبنان والمنتشرين أنفسهم السادة الكرام لقد أطلقنا سابقا ونطلق الآن ولاحقا ونتابع عدة مشاريع كالصندوق الاستثماري الاخترابي وشبكة المعلومات عن كل ما هو لبناني Lebanon Connect وشجعنا إطلاق عدة جمعيات ذات اختصاص كالجمعية الطبية اللبنانية الاخترابية وغيرها وكذلك مشروع المدرسة اللبنانية واللغة العربية ومشروع استثمر لنبقى Invest to stay ومشروع تسويق المنتجات اللبنانية في الغارج By Lebanese وفي الشك العاطفي والمادي معا بدأنا بإنشاء بيوت للاختراب في لبنان ومتحف المخترب وأرزة المخترب وهي فرصة اليوم لأجدد دعوتي لكم وعبركم لزيارتها وللمشاركة في فعاليات لكاء الطاقات الاخترابية المخصص للبنانيين الناجحين في العالم أيها الحفل الكريم إن دور المختربين في الاقتصاد الوطني للبلدان التي يتواجدون فيها هو محوري في عدة مجالات وليس سرا حجم المنافسة والمضايقة التي يتعرض لها هذا الدور فمن هنا إصرارنا على ضرورة العمل الجماعي وتعزيز إنشاء غرف التجارة والصناعة ومجالس رجال الأعمال من المستوى الخاص وصولا إلى المستوى الرسمي عبر الاتفاقات الصناعية التي تنظم وتحمي مصالحكم في الخارج واعينا لكل الصعوبات التي تواجهنا ومعولين على دوركم لاجتيازها وزياراتنا المتعددة في العالم هي لنكون قريبين من همومكم مصغين إلى حاجاتكم جاهدين لوضع كل إمكاناتنا على توضعها في خدمتكم مشروعنا هو تعزيز السفارات كما وإنشاء كنصليات عامة أو فخرية حيث يلزم ويلزم الكثير وإلاء البعض الاقتصادي والتجاري الأهمية القصوى لنول الدبلوماسية الاقتصادية كل الجهد التي يلزمها عبر تفعيل بعثاتنا والتعاون مع السلطات المحلية ومع الجمعيات المتخصصة ومعكم أيها الأحباء قال جبران خليل جبران أؤمن بكم وبمستقبلكم أؤمن بأنكم مساهمون في هذه الحضارة الجديدة أؤمن بأنكم قد ورستم من آبائكم حلما قديما أغنية نبوءة يمكنكم وضعها بفخر في حضن العالم كهدية شكر منكم عهدي لكم عهدي لكم أن لا أوفر وسيلة أو جهدا لخدمة قضايا الانتشار التي جعلتها أولوية في عمل الوزارة مستفيدا من دعمكم وغير رافض لأي مساعدة أو متنكر لأي حاجة ومؤمنا بأن صوت الكلام لا يعلو على صوت العمل مهما علت أصوات النشاز فخدمة الوطن تسمو وتسود وقضاياه تعلو وفقكم الله في أعمال مؤتمركم وإلى اللقاء القريب أشتم وآشا لبنان ترجمة نانسي قنقر